بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين أبا الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حياكم الله أحبة الكرام في هذه الليلة المباركة العظيمة ليلة الجمعة ومن عند حرم سيدنا ومولانا إمام الهدى وعلم التقى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكذلك بجوار سيدنا ومولانا السيد الماء قمر بني هاشم أبا الفضل العباس سلام الله عليه لنجدد العهد والولاء وإجابة النداء لسيد الشهداء سلام الله عليه ونقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك سيدي يا أبا عبد الله لبيك داعي الله نعم أيها الأحبة الكرام ونحن بهذا الحرم الطاهر وبهذا الجوار المبارك نقرأ في إحدى زيارات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كلمات عظيمة لابد للإنسان أن يتوقف عندها ولابد للإنسان أن يكون مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيها في تلك الزيارة أول ما يبدأ الإنسان يقول الحمد لله العلي العظيم والسلام عليك أيها العبد الصالح الزكي أودعك أنت أيها المؤمن تودع الحسين عليه السلام وديع أودعك شهادة مني تقربني إليك يوم شفاعتك أشهد أنك قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك لا ذليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته التفتوا إلى هذه الكلمات في هذه الزيارة المختصرة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والتي من أهم الكلمات فيها التي ينبغي لكل مؤمن أن يلتفت فيها لنفسه ويعاهد الإمام الحسين صلوات الله عليه يطلب العهد مع سيد الشهداء أنت تودع الإمام الحسين وديعة تشهد له بهذه الشهادة ثم في آخر الكلمات لو نلتفت إليها تقول للإمام هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك وإذا حضر الإمام سلام الله عليه ونحن بعقيدتنا كما وارد في حديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن المؤمن الموالي لآل محمد عليهم الصلاة والسلام عند الموت يحضرونه الأئمة عليهم الصلاة والسلام وفي ذلك عدة روايات تتحدث عن ذلك ومن ضمنها هذه الزيارة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تقول هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك سيدي يا أبا عبد الله إذا حضرنا الحسين سلام الله عليه فهناك الرحمة من الله الحسين رحمة الله الواسعة أيها الأحبة لنجعل الحسين عليه السلام في كل حياتنا وهذا ما وضحه وبيّنه الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وفي أحاديث عديدة من أهم هذه الأحاديث أن الإنسان يستذكر ما جرى على الحسين عليه السلام من المصاب كيف ذلك عندما تشرب الماء عندما تشرب الماء اذكروا عطش الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما هو وارد في أحاديث عديدة الأئمة عليهم السلام يحثون إذا شربنا الماء أن نذكر عطش سيد الشهداء من منع الماء بأرض كربلا أن نعيش الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل كياننا اليوم لما تستذكر الإمام سلام الله عليه وكيف سرع على الأرض أطشانا غريبا الإنسان ينظر يتأمل إذا انكسر القلب علامة القبول لكل مؤمن لا بد أن نلتفت إلى ذلك ونجعله في أنفسنا اليوم نستذكر الإمام الحسين عليه السلام عندما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لذلك المؤمن عندما حضر عنده في رواية الحنان بن سدير أو سدير وسأله الإمام سلام الله عليه يا ابن سدير أتزور الحسين في كل يوم مرة أو في كل جمعة خمس مرات وإذا بهذا الرجل يخبر الإمام سلام الله عليه ويقول له لا يبن رسول الله إن بيني وبين الحسين فراسخ الحسين بعيد علي ما أستطيع أن أزور في كل يوم وإذا بالإمام سلام الله عليه يقول له إذا أردت زيارته ارق إلى سطح الدار التفت يمنة ويسرة ثم ناحية القبلة ثم وجه وجهك نحو السماء ثم نحو قبر الحسين عليه السلام وقل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ما هو الأجر سيدي ومولاي عندما أستذكر الحسين بهذا الذكر وإذا بالإمام سلام الله عليه يخبر حنان بن سدير يقول له تكتب لك زورة وما هي الزورة ليس الزيارة إنما زورة شيء للتصغير قال تكتب لك زورة والزورة حجة وعمرة يقول ابن سدير كنت أصنع ذلك في اليوم خمس مرات أي أوقات الصلاة دائما أسلم على الحسين وأقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته إذن أيها الأحبة الكرام نتمسك بالحسين ونحن نقرأ في زيارته ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك الأمر الآخر الذي لا بد لنا من الالتفات له شفاعة السيدة الزهراء فاطمة صلى الله عليه لكل أحباب محمد وآله ولا سيما لأحباب الحسين لشيعة الحسين للباكين على الحسين صلوات الله وسلامه عليه مولات فاطمة ها نحن عند ولدك الحسين وبقرب ضريحه المبارك الشريف ونستذكر الحسين ونستعبر على الحسين ونبكي على الحسين ونأمل القبول منكم يا آل محمد ونأمل القبول منك سيدتي ومولاتي يا فاطمة إن شاء الله نكون وإياكم من المقبولين عند مولاتنا الزهراء فاطمة صلى الله عليه وسلامه عليها والتي تمر علينا مناسبات إحياء ذكرى شهادتها سلام الله عليها المناسبة الثانية مرت علينا والآن إن شاء الله تعالى بعد أيام وإذا تمر علينا الرواية الثالثة في شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أسأل الله أن نكون وإياكم من شعتهم ومحبيهم والموالين لهم ومن الذين يجيبون الحسين عليه السلام بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ويلبون النداء ويقولون لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله لبيك سيدي يا أبا عبد أجدتك سيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اللهم أعجل لي وليوك الفرج اللهم أعجل لي وليوك الفرج يا رب العالمين يا الله اللهم يتخنى سلطاعة الحسين يوم الورود يا الله إلهي آمين أقلدك الدعاء والزيارة تحت قبة الإمام الحسين بارك الله بكم الله يتقبل الزيارة تحت قلب بالنجاح وإن تدعو لك الله بالنجاح والتوفيق يا رب العالمين وإن تدعو لنا بقضاء الحوائد يا الله الله يوفقكم ومستر عليكم بارك الله بكم لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله لبيك سيدي يا أبا عبد الله الله بارك الله بكم والله يتقبل زيارتكم ودعاكم وأسأل الله لمن ذكرتم إن شاء الله تعالى التوفيق والعافية وحسن العاقبة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين معنا اتصال آخر الأخ كرار من آمرلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا أبا عبد الله أمامك ضريح الإمام الحسين سلام الله عليه السلام عليكم عظم الله لنا ولكم العجر ومثابين إن شاء الله وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم وقم وليك الحسين من حسين طلواتك يا علي وعلى أبا في علي ساعة وفي كل ساعة وليا محاطلة وقائدة مناطرا ودليا معينة حتى تشتنا يا أرحم الراحمين نعم بارك الله بكم بارك الله بكم الله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله موفق لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياك الله معنا اتصال آخر فاطمة من بابل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله ولبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين إني خاتمة الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليه أمامكم أمامكم هذه القبة الشريفة وضريح الإمام سلام الله عليه سلموا على الإمام الحسين واطلبوا حوائجكم من الله بحق الإمام سلام الله عليه يا حسين يا أبا عبد الله وستشفعنا وتوسلنا بكاذ الله قد تنتم تنتم يا رحمة الله السلام يا أبا عبد الله السلام عليكم بأحب الأرواح التي تحذلت عليكم المهتمين أنسل من الله أفدت ما بقيت وبقى الولاد الآخر العهدي من الإجابكم السلام عليكم حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أمحاب الحسين يا حسين أصلت كربلا السيدة زينب عليه السلام السلام على قاضي الحاجات قمر بن يهاتي مبتقل للحفات الله يكذب الله أحفظ هذه الصلاة بارك الله بكم أحسنت يا فاطمة الله يبارك فيكم إن شاء الله الصوت يبدأ أنه يقطع الله يتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقة لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهري مع انتصال آخر أم أحسان من بابل السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله ورحمة الله وبركاته حياكم الله ولبيك يا حسين لبيك سيدي يا أبا عبد الله يا حسين عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله السلام عليكم يا أبي عبد الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا أmeer المومنين السلام عليكم والدك السلام عليكم بارك الله بكم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين يا الله يا رب العالمين الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين يا أبا عبد الله لبيك داعي الله لبيك سيدي يا أبا عبد الله بارك الله بكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله معنا آية من الدجيل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء أعظم الله أجورنا وأجوركم بالذكر استشهاد سيدتي ومولاتي طاقمة الزهراء عليها السلام أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أعظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على قمر بني هاشم السلام على قطيع الكفين أبل قضل العباس السلام على باب الحوائج السلام على حامل لواء الحسين السلام على الحوراء زينب جبل الصبر عقيلة الثالدين السلام على فاطلة الزهراء السلام على المكتور ظلعها اللهم ضحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وضحق السرب المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج اللهم شاقي وعاطي كل مريض اللهم يخض حاجة كل محتاج اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وإن شاء الله قضى حواجكم وشفا مرضاكم ويوقفكم ويجيبكم عن هذه الخدمة الكادر قناة كربلا سيدنا قلتك الدعاة والزيارة وصلاة ركع فيك وريد دعواتك للقفل عبدالله للشيطان من مرض السكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد هذا الضريح المبارك لسيد الشهداء صلى الله وسلامه عليه والمؤمنون يطوفون حوله صلى الله عليك يا أبا عبدالله وزاد الله في شرفك يا حسين معنا اتصال آخر مالك من واسط السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبدالله أمامك الضريح الشريف صلى الله عليه سيدي يا أبا عبدالله صلى الله عليه سيدي يا أبا عبدالله اللهم عجل وليك يا رب العالمين وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم في يا أبا عبدالله الراية المرفرفة على هذه القبة للإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه وهذا الحضور الكبير للمؤمنين عند حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هنيئا لزوار الحسين هنيئا لأحباب الحسين هنيئا لكل من يطوف بهذه اللحظات عند هذا القبر الشريف ويرفع يده بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تحت هذه القبة المنيرة التي يستجاب الدعاء تحتها إن شاء الله معنا اتصال سعدي من ذيقار السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام حياكم الله ولبيك يا حسين لبيك يا حسين السلام عليك يا أبا عبدالله يا أبا عبدالله السلام عليك وعلى أخيك عبدالعطان عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله يا حسين يا سيد الشهداء يا حسين الله يحفظكم نشرككم بالركعتين إن شاء الله إن شاء الله نشرككم بالركعتين وما ننساكم بالدعاء والزيارة بارك الله بكم الله يتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفق لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياك الله اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين أسأل الله أن يعجل بفرج إمام زماننا ليلة جمعة ليلة استجابة الدعاء ليلة الرحمة من الله سبحانه وتعالى فلنجعل لنا صلة مع أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لا سيما مع إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف معنا اتصال آخر أم عباس من واسد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله حياكم الله بارك الله بكم ولبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك سيدي يا أبا عبد الله بارك الله بكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الوحل اللي حلت لسنة الحسين يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا مولاي السلام على بالفضل العباس وشهداء كردنا السلام على الأمم السلام عليهم جميعا ورحمة الله ورحمة الله بارك الله بكم يا نعيوني أنا مقعدة وطلب الزيارة نيابة علي إن شاء الله ما ننساكم إن شاء الله الله يكون بعونكم يا أم عباس أنا أقول لكم هذه الكاميرا الآن متوجهة إلى مذبح الإمام الحسين سلام الله عليه أمامكم وبالجانب الآخر مولانا شيخ الأنصار ومسجل الزوار حبيبي بن مظاهر سلام الله عليه إن شاء الله صوتكم مسموع وزيارتكم مقبولة وأحنا ما ننساكم بالدعاء إن شاء الله الله يبارك فيكم إن شاء الله يا رب يا رب العالمين يا الله إلهي أمين إلهي أمين يا حسين اللهم أعمل الله يبارك فيكم إن شاء الله نشكر دعواكم بارك الله بكم الله يتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله معنا اتصال آخر محسن من ميسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك سيدي يا أبا عبد الله السلام علي الحسين وعلى أنصار الحسين السلام علي أبا الفضل العباد عظم الله جركم باستشاب الزهراء عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله سيدينا نساكم الدعاء من أمام حرم سيدي ومولاي الأمام الحسين السلام الله علي إن شاء الله ما ننساكم وهذه القبة المنيرة أمامكم السلام علي الحسين وعلى من نصر الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام علي أبا الفضل العباد يا أبا عبد الله سيدي ومولاي عظم الله جركم باستشاب الزهراء بارك الله بكم سيدينا ننساكم الدعاء أمام الأمام الحسين إن شاء الله موفق لكل خير بحق النبي وآله إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء والزيارة تحت القبة المنيرة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حياك الله اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين معنا الأخ حسن من بابل السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله بارك الله بيكم ولبيك يا حسين الله يبارك فيكم نشكر دعواكم الطيبة إن شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله ويبارك فيكم إن شاء الله ما ننساكم أمامكم حضرت الإمام سلام الله علي إنت أرفعereك بالدعاء وإحنا ما ننساكم إن شاء الله الله يبارك فيكم أشكرك دعواك الطيبة الله يبارك فيك إن شاء الله إن شاء الله دائما نذكره بالدعاء إن شاء الله بارك الله بكم الله يحفظكم إن شاء الله ونسأل الله عنه دين وجود هذا السيد المبارك الله يحفظكم بارك الله بكم حياك الله وتقبل الله زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفق لكم الخير بحق مولاي الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه معنا اتصال آخر أم حميد بن واسط السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء عليها الصلاة والسلام أزوم نيابة عني وأصالة عن والديي نيابة عن والديي وأفطاني وصلاح من أسلو الشماء حجل الله تعالى ورحمة الشريف بارك الله بكم السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلتت تناعي عليكم من جميع السلام الله أبداً ما مرسوا وضعنا الليل والنهار ولا تعالى الله أخذ عهد من الزيارة يا أبا عبد الله السلام عليكم يا أبا عبد الله يا حسين يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا أمير المؤمنين يا أبا عبد الله يا الله يحق شباب علي الأكبر سلام الله إن شاء الله بارك الله بكم الله يتقبل زيارتكم ودعاكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حياكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله معنا اتصال آخر أبو عباس من آمل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباسي أبا أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصايب من أبا الحوراء العقيلة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء عليه السلام السلام عليك يا أم البنين إنا توجعنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقتبناك بين يدي حاجاتنا يا وجهن عند الله اشفع لنا عند الله يا رب العالمين يا الله يا الله اللهم عافي وشاف كل مرض يا الله إلهي يا أمين بارك الله بكم يا أبو عباس الله يتقبل زيارتكم ودعاكم نعم إن شاء الله بخدمتكم الله يحفظكم نسأل الله له العافية إن شاء الله والسلام الله يبارك بكم إن شاء الله ويتقبل زيارتك ودعاكم وأخواني وأخواتي وبيبي تيشت لحبي نحن نشكر هذه القناة الكاظر المخرج الله يحفظكم معتبات إمام الحسين عليه السلام بارك الله بكم إن شاء الله فهو أجم بحق الحسين الوجه يا رب العالمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك سيدي يا أبا عبد الله بارك الله بكم وتقبل الله زيارتك ودعائك إن شاء الله منفق لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين أسأل الله أن نكون وإياكم دائما من أحباب الحسين من أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه من شيعة الحسين أيها الأحبة الكرام وصلتنا رسائل عديدة وكثيرة من كثير من الأخوة والأخوات المؤمنين أذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى بما يسع الوقت إن شاء الله تعالى يطلبون الدعاء بالشفاء والعافية للحاجة أم على أسأل الله لها العافية والسلامة وكذلك الأخوة الزهراء تطلب الدعاء بالشفاء أسأل الله لهم ولجميع المرضى الشفاء والعافية أيها الأحبة الكرام بهذه الفقرة أنا أتوقف قليلا أقول كثير من الناس الآن ممن يشاهدنا وممن يتأملنا أن ندعو له عندي الإمام الحسين سلام الله عليه وأن تدعو له أنتم وهناك أثر لدعائكم والليلة جمعة جزاكم الله خير لا تنسون بالدعاء هؤلاء الناس جميعا الآن واحد وهو جالس في داره بهذه اللحظات وأنت جالس تشاهدنا اقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء والعافية لجميع المؤمنين الله سبحانه وتعالى هو صاحب الشفاء وصاحب العافية لجميع الناس إن شاء الله تعالى كذلك الأخت أم حيدر يطلبون لها الدعاء بالشفاء والعافية وكذلك الحاجة أم حمد أسأل الله أن يحفظها ويكتب لها العافية والسلامة إن شاء الله لأخ أبو فاطمة يطلب الدعاء بقضاء الحاجة أسأل الله أن يقضي حاجته إن شاء الله تعالى الأخطاء الساعدي كذلك يطلبون الدعاء له بالتوفيق والسلامة الحاج عبد العباس خادم لأبو الفضل سلام الله عليه كذلك يطلب الدعاء عند المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله ما ننسى بالدعاء والزيارة عند المولى أبي عبد الله كذلك أبو الحسن حميد وحميد إبراهيم وكذلك نداء صباح وزينب حميد إن شاء الله ما ننساهم بالدعاء عند المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الأخ أبو حسين من هولندا يقلدنا الدعاء والزيارة إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء والزيارة عند الإمام حسين عليه الصلاة والسلام وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية كذلك دعاءكم بالتوفيق والعافية والسلامة لجميع أخوان كادر البرنامج وعوائلهم إن شاء الله وكذلك الأخوة في غرفة التحكم الرئيسية البث المباشر الله يحفظهم إن شاء الله اللي وصلون هذه الصورة من حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الأحبة الكرام وصلنا وإياكم إلى مسك الختام لزيارة مولاي الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا تنسوني ووالدي وأسرتي وجميع أخواني الكادر وعوائلهم بصالح دعواتكم ونحن ما ننساكم إن شاء الله تعالى ونتوجه الآن إلى الزيارة ونسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب الزمان أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات جميع من أوصونا وقلدونا وتأملونا بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين لا سيما من أوصونا وتأملونا بالدعاء لهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية يا كريم سيدي يا أبا عبد الله هذا عهدنا معك دائما ننادي لبيك يا حسين لبيك يا مظلوم لبيك يا شهيد لبيك داعي الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين